مسائل الحكومة هي غادة بشوية دقاء دقاء وقت ما أجل الخير ينفع كما يقول لك العام طويل فيها 65 إلا ما أعجبكش دير فيها 366 أرا هي هذه الأمور غادة بشوية إلا ما حققش هذا العام العام الماجيب العام الماجيب من هنا أعدهم خمس سنين تبارك الله وصلوا عن بي أرا ما يبنيوا ويريبوا ويعودوا ببناء ويعودوا ويقادوا ويصوبوا الحمد لله إحنا تولفنا هذه المسألة هذه عادية معا لا أزرب على الأصلاح بعدها خاص الاتفاق والإنسجام داخل المجموعة أول حاجة عاد نشوفوا واش هذه الحكومة قادة ولا ما قداش من البوادير كان شي حويج أنه توفقت فيهم وكان شي حويج ما قداش توفق فيهم خاص العامل وخاص الإنسجام وخاص المصارحة المواطن كلكو سواكي ما بغي كل مشكل خاص التواصل كين واحد التواصل في واحد الفيئة واحد الجيهة وكين عدم التواصل في واحد الجيهة صحيح وموضوعيا أنه من الصعوبة بما كان تقييم أذاء داخل سنة واحدة ولكن هذه الحكومة أبانت عن ضعف منذ بداية عملها أو انطلاق عملها سواء على مستوى تشكيلتها أو على مستوى الظروف التي تشتغل فيها وإن كنا قد نعذرها بعض الشيء فيما يتعلق بالضروف السثنائية التي تمر منها البلد سواء الظروف الطبيعية أو الظروف اقتصادية أو الظروف الشمعية ما بعد الجائحة ولكن كما قلت بداية أن الحكومة من خلال هذه السنة أبانت عن ضعف وعن قصور وعدم القدرة على مواكبة سير المشتمع المغربي وتحقيق تطلعاته والانتصار لبعض مما سطرته في برامجها في حد الأدنى عادة الحكومات عندما تؤين فيتؤين لولاية تشريئية كاملة وعلى المستوى العالمي بالنسبة للسنة الأولى لا يتحقق الكثير من الأشياء بالنسبة لما يتعلق بالانتظارات المواطنين هذا الأمر ليس فقط استثناء المغربي ولكن هو أمر عام على المستوى العالمي نعلم أيضا أن البرامج الحكومية آدة لكي تتحقق لابد لها من ميزانيات هذا على المستوى النظري وعلى المستوى العالمي من الصعب جدا أن تتحقق مشروع حكومي برمته أو على الأقل أن تظهر بوادره الأساسية في السنة الأولى علما أنه ومع ذلك أن الحكومة منذ تعيينها في المملكة المغربية إن صب أملها على ورش أساسي هو ورش مهيكل وهو المتعلق بالحماية الاجتماعية مع ما يطلب هذا الورش من البحث عن تمويل أساسي وعن ميزانيات أساسية تتجاوزون طاقة ميزانية الدولة إلى ممويلين آخرين وهذا الورش في حديداته على المستوى الاجتماعي يمكن أن نقول بأنه ورش مهيكل وأخذ اهتماما كبيرا من الحكومة لابد من الإشارة أيضا إلى أن هناك ظروف أساسية تحكمت كثيرا في إخراج البرنامج الحكومي إلى حيث الوجود الظرف الأول هو ظرف طبيعي ويتعلق بالجفاف الاستثنائي الذي شهده المغرب هذه السنة وأقول جفاف استثنائي لأنه لم يسبق لسنوات الجفاف الجد المجعفة لم يكن إطلاقا شبيهة بهذه السنة والأمر الثاني وهو المتعلق بطبيعة الحال بالحرب الأوكرانية الروسية التي نعكست بشكل عام على كل الديناميات خاصة الدينامية الاقتصادية نعلم أيضا بأن المغرب ليس دولة منتجة للطاقة ونعلم أيضا التقلبات التي حدثت على مستوى الطاقة بالنسبة للصالح العالمي وأيضا إكاسات ذلك على مستوى تزويد السوق المغربي بمواد الغدائية خاصة الحب وبكل هذه الأشياء والإنعكاسات التي أدت إلى ارتفاع الأثمان كان لها تأثير سلبي على البرنامج الحكومي وعلى بطبيعة حال على ما تحقق من ممارستين لحد الآن ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس تشترك في القناة وتفعيل الجرس تشترك في القناة حت شكرا